عرض الرئيس سيسي رؤية مصر بشاني أسسي تعزيز التعاون بين الجانبين الأفريقي والروسي وأكد الرئيس سيسي أن الدولة الأفريقية دول ذات سيادة وإرادة مستقلة وفاعلة في مجتمعها الدولي وتبحث عن التنمية المستدامة التي تحقق مصالح شعوبها أولا ويتعين أن تبقى بمنعا عن مساعي الاستقطاب في الصراعات القائمة أسمح لي من هذا المنبر وبمناسبة قمتنا اليوم أن أطرح عليكم رؤية مصر بشأن الظرف الدولي الراهن وكذا أهم المحاول التي نقدر أهمية التركيز عليها كأساس لتعمق التعاون القائم تحت مظلة شراكاتنا الاستراتيجية أولا إن الدول الإفريقية دات سيادة وإرادة مستقلة وفاعلة في مجتمعها الدولي تنشر السلم والأمن وتبحث عن التنمية المستدامة التي تحقق مصالح شعوبها أولا ويتعين أن تبقى بمنعا عن مساعي الاستقطاب في الصراعات القائمة ثانيا إن صياغة حلول مستدامة للصراعات القائمة في أعالمنا اليوم يتعين أن تتأسس على أهداف ومقاس المساق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي بما في ذلك التسوية السلمية للنزاعات والحفاظ على سيادة الدول وواحدة أراضيها بجانب ضرورة التعامل مع جزور ومسببات الأزمات لا سيام تلك المتعلقة بمحددات الأمن القومي للدول وكذا أهمية الامتناع عن استخدام الأدوات المختلفة لإسكاء الصراع وتعميق حالة الاستقطاب ومن بين ذلك توظيف العقوبات الاقتصادية خارج أليات النظام الدولي متعدد الأدوات